هل تضع الحرب أوزارها؟ سؤال ترتبط إجابته بموقف الرياض التي تؤكد على ضرورة القضايا على مليشيا الحوثي في الوقت الذي تبدي فيه رغبتها بإنهاء الحرب في اليمن ففي داخل أرويقة الأمم المتحدة خاطب مندوب السعودية عبدالله المعلمي الصحفيين بأن توقف الحرب في اليمن قد حان وأن حقبة الحوثيين لا بد أن تنتهي مصرحا بأنه لا نية لدى بلاده قيادة حرب ضد إيران لا في اليمن ولا في أي مكان آخر لا نريد حربا مع إيران في أي مكان لا في اليمن ولا في غيرها ونعم الآن الأوان للأزمة اليمنية أن تنتهي الآن الأوان للحوثيين أن يقبلوا ويسلموا بالقرار وينهوا احتلالهم غير المشروع للسلطة ومراكز الحكم في اليمن تاتي تصريحات المندوب السعودي عن رغبة بلاده في إنهاء الحرب ما إعلان أبو ظبي عن بدي سحب قواتها وهو ما جعل مراقبين يشككون في جدية الرياض في حسم وضع اليمن سلما أو حربا خصوصا وأن إعلان إنسحاب الإمارات صاحبته اتهامات لها بوجود نية لتنفيذ خطة نفوذ جديدة عبر أذرعها الأمنية التي أنشأتها في الجنوب بتقدير محللين فإن الرياض وصلت نتيجة أخطاء كثيرة إلى عجز واضح في الحسم العسكري وأدخلت اليمن في مرحلة جديدة من التيه السياسي بالتوازي مع تجمد الموقف الأممي في مياه الحديدة التي تصب الآن لصالح ميليشيا الحوثي لا يعلم أحد كيف ستنهي الرياض ما أسمتها بالحقبة الحوثية بدون سلام جاد ولم يعد مفهوما أيضا لماذا عقز التحالف بترساناته العسكرية الهائلة في هزيمة الحوثي مع أن كل عوامل الانتصار بيده وبات من المؤكد أن جميع اليمنيين يرغبون بإنهاء الحرب لكنهم ونتيجة لتجارب سابقة يدركون أن نصف الحرب مثل نصف السلام ليس سوى بداية لفوضى قادمة أشد سوان